اشتركوا في القناة لدول المجلس ليعكس تصميمهم حفظهم الله ورعاهم على المضي قدما نحو تعزيز الترابط والتكامل والعمل المشترك كما أعرب عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك على كافة الجهود المبذولة في سبيل إنجاح أعمال اللجنة وأشاد سعادة الوزير بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعطيف الزياني وكافة منسوبي الأمان العام على الدور الفاعل في أعمال اللجنة علاوة على المتابعة المستمرة لكل ما يتم إصداره من أدوات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعدها القلمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود المستمرة والحثيثة التي يبدله أصحاب المعاني والسعادة أعضاء اللجنة من أجل المضي قدما لجعل الأهداف السامية لمجلس التعاون حقيقة ملموسة معربا عن أمله في حث الجهات المعنية لاستصدار الأدوات التشريعية لتنفيذ ما تبقى من قرارات مقام المجلس الأعلى الموقر وصولا لتحقيق الأمال والتطلعات المنشودة لتعزيز مسيرة العمل المشترك هذه اللجنة أنشئت بقرار من القمم الخليجية سنة 2008 في سلطنة عمان ومهمت متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من القمم الخليجية في ذات الوقت نحن كلجنة كاللفن المركز الإحصائي التابع للأمان العام ومقر في سلطنة عمان بعمل دراسات لمعرفة مدى تنفيذ هذه القرارات ومسح السوق بالكامل خاصة في مواطنة الاقتصادية المهمة مثل السوق الخليجي المشتركة وغيرها من المشروعات اجتماع اليوم كما قلت هو الاجتماع السابع عشر دائبت اللجنة على عقد اجتماعين سنويا في بداية السنة مثل هذا الوقت في شهر مارس واجتماع آخر ربما يكون في أكتوبر إن شاء الله مهمته هي متابعة تنفيذ القرارات معرفة المعوقات إن وجدت في الدول الأعضاء كل هذا طبعا يصب في مصلحة مواطنة الخليجي خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية منها السوق المشتركة والاتحاد الجمركي وخلافة طبعا هذه الموضوعات الاقتصادية حلنه حيلت إلى الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية التي شكلت أيضا مؤخرا يمثل البحرين فيها سمو الشيخ ناصر بن حمدي رأس وفد البحرين ومباقي القرارات مثل القرارات السياسية والأمر الأخرى للعلاقة بالسلطة التشريعية في الدول تقوم بها هذه اللجنة إنجاز جيد حسب ما وفونا الأخوان رأس الوفود بأن أغلب القرارات الصادرة من القمم قد نفذت اليوم اجتماعنا كان